لسه مستمرين طبعاً في لقاءاتنا يا كابتن هيسم وبعد الانتهاء طبعاً من اللقاء الهام مع كابتن أحمد الجرح يا المدرب عام للفريق معنا دلوقتي واحد من نجوم اللقاء النهاردة كابتن مؤمن طارق خيري نرحب بيك في البداية على شاشقنات نادي الأهلي يعني طاف جيم ما كانش سهل أبداً على كل مستويات عندك غيابات كتيرة جداً طبعاً زي ما احنا شفنا شفنا المطش رايح جاي طول الوقت كان مضغوط لو هنتكلم النهاردة عن المطش وأداء العيب الأول الله يبرك فيك يعني احنا الحمد لله بقالنا فترة مجهزين للمطش ده كان عندنا توقف وعندنا لعيبة كتيرة قوي ربنا كرامهم ومراهم منتخب فارجاهم كان قدنا دفعاً أن احنا خلاص هنبدأ كاملين بعدين اكتشفنا أن احنا عندنا إصابات كتيرة بس احنا الحمد لله جاهزنا نفسنا أن المطش زي مايك مش مطش سهل احنا كسبنينهم هناك فنفعش تخسر هنا فنفعش يمنزلك وحيش حتى هنا وده الحمد لله يعني قدرنا نعمله رغم الغيابات اللي الناس كلها عارفاها طبعا جابت المؤمن شايف إزاي نهاردة روتيشن اللي حصل أو إشراك يعني عناصر الحياة بقالها كتير مش بتشارك أو يمكن ما شفناهاش في مطشات هامة زي دي بقالنا فترة كريم حاتم محمد طريق خيري يعني يمكن جودزالة كمان يمكن شفنا عناصر مهمة وقدوا بأداء رجولي الحياة النهاردة في الملعب رأيها كيف دعم النهاردة بصراحة هم رجالة يعني هم بيلعبوا معايا في الفرقة بتاعة 30 سنة يمكن محمد أخوها بيتصعد من 18 علي وحيد لعب منه النهاردة وكان مادي بأداء رجولي جدا لأنه عارف مبدئيا هي فرصة لي عشان يبقى في الدرجة الأولى والناس تشوفه والناس تبقى عارف اسمه تاني حاجة عشان خاطر اسم النادي الأهلي وإن أهلي وزمالك ده ديربي ما ينفعش تخسر مطش مهم جدا وبصراحة هم رجال يعني وقدم مسؤولية بصراحة خرجنا من الكوارتر التاني متعدلين دي حاجة كانت لوت كبير قوي علينا كنا أكيد عايزين نرجع للمباراة مرة تانية أهم الحاجات أو التعليمات اللي خدتوها طبعا من الجهاز الفني من مستر جوستي بوش والحاجات اللي انتوا طبقتوها علشان نرجع مرة تانية يمكن إحنا ما دخلنا اللوكل روم في الهف تايم هو قال لنا إن إحنا اللي سايبين المطش يعمل كده سايبين الفرق اللي قدامنا تتصرف بنرياكت مش بنحاول نشوف الموضوع عملي إزاي ونستخدم زكانا نحنا بنرياكت بنشوف هم يعملوا إيه وبعدين نبدأ نتحرك هو قال لنا إن إحنا لازم نبقى طف أكتر من كده لأنهما بيلعبوا أجريسف فإحنا لازم نبقى أجريسف وبصراحة بعد ما نزلنا كوارتر التالت الموضوع كان مختلف خفص يعني الحمد لله الفترة اللي جاية مطشات تقيلة مش سهلة أبدا عندوكو أكيد مش هيبقى في راحة ووقت كبير عندوكو أكيد ضغط مباريات جاي وكمان المطشات الحياة النهاية تقيلة لو هنتكلم عن تحضيرات الفترة اللي جاية يمكن إحنا بس نحاول نحافظ على نفسنا إن محدش يعني يتصاب محدش يقع إجهاد الحاجات دي بنحاول نحافظ عليها نحاول نعم الريكوفري يمكن هم مطشين الجايين عندنا كزيرة والتحاد مطشين جمدين فريتين على أعلى مستوى هنحضر لهم كويس هنزبط الحملة على قد ما نقدر وربنا يكرم بإذن الله نورتنا وشرفتنا كابتن مومن ألف مبروك مرة تانية على المباراة شكرا شكرا